النادي الاهلي بيرفض فكرة رحيل مارس الكلر في الايام القادمة وفي الفترة القادمة نهائيا ولكن مارس الكلر يريد رحيله عن النادي الاهلي في هذه الحالة فقط لكن في البداية صديقي ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وذارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام في بداية الامر عارفين ان مارس الكلر من المدربين الكويسة جدا اللي جمل النادي الاهلي في السنوات الماضية طبعا بعد ريني فيلر وبعد موسماني ولكن كلر الموسم ده غير الموسم اللي فات نهائيا عامل زي فيلر قبل كورونا شيء وبعد كورونا شيء تاني مارس الكلر بيفكر في الرحيل على النادي الاهلي في فصل الشتاء ولكن مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يرفض فكرة رحيل مارس الكلر نهائيا عن القيادة الفنية للنادي الاهلي خلال الفترة المقبلة حيث يتمسك مسؤول النادي الاهلي باقتدقائي من اجل مواصلة ناجحات الموسم الماضي بعد التتويج بالدوري ودوري ابطال افريقيا فضلا عن كأس مصر والسوبر المصري النادي الاهلي بيستأنف تدريباته بالامس طبعا على ملعب استاد التيتش بمقر النادي بالجزيرة بعد انتهاء فترة الراحة اللي حصل عليها النادي الاهلي ولكن النادي الاهلي طبعا بيرفض رحيل مارس الكلر نهائيا طيب ايه حقيقة رحيل مارس الكلر عن الاهلي الى الشباب السعودي من موقع المصري اليوم الاعلام الكبير احمد شبير رد حارس مارمى النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق رد على كل ما يتردد بشأن موضوع رحيل السويسر مارس الكلر عن النادي الاهلي ورفضه العرض السعودي المغري الذي تلقى من نادي الشباب السعودي وقال احمد شبير في تصريحات ازاعية اليوم انا ما بحبش ازيد في الزيتة واقول اي كلام واهبد ماليش في كده وبالنسبة لموضوع العرض السعودي لمارس الكلر انا ما عنديش جديد ولا معلومة اقدر اقولها على حضراتكم شبير قال كل الكلام اللي بيتردد في الموضوع ده اجتهادي وعلشان كده ما اقدرش اقول ان كلر رفض العرض السعودي من الشباب او انه من البداية اساسا تلقى عرضا من الشباب السعودي وقال شبير كمان كل ما استطيع التأكيد عليه هو ان كلر مستمر في النادي الاهلي حتى الان وسعيد في الاهلي ويرغب في استكمال مشواره مع النادي الاهلي في هذه التوقيت طيب مارس الكلر كمان بيقول بيصرح بتصريحات غريبة جدا على نجم النادي الاهلي وبيقول انا مش عايز اشوف وشه في النادي تاني مارس الكلر يوافق على رحيل نجم النادي الاهلي كفاية علي كتا مارس الكلر يوافق على رحيل نجم النادي الاهلي اكدت مصادر صحفية ان احد نجوم فريق الاهلي قد تلقى عروض رسمية من قبل احد الاندية خلال الساعات الماضية وجاء العرض مغري لدرجة ان مجلس ادارة الاهلي قرر اجتماع مع السويسري مارس الكلر لمناقشة طول عروض ومعرفة رأي المدرب في امقانية رحيل اللاعب خلال انتقالات الشتوى المقبلة خاصة في وجود في ظل وجود عدد من لاعبين المنايزين في نفس المركز ومن جانب اخر كشفت مصادر صحفية ان مارس الكلر المدير الفني للنادي الاهلي قد وفق بالفعل على رحيل سناء الفريق على سبيل الاعارة وهم خالد عبد الفتاح الظاهير الايمن واحمد خالد كباكا في صفوف في صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد ظاهير ايم نادي في يوتشار اللي بيرغب ليه السويسر مارس الكلر وادارة النادي الاهلي بشدة في التعاقد مع اللاعب في الشتاء القادم وعدم قدرة خالد عبد الفتاح في اقناع المدرب السويسر لقيادة الجبهة اليمنى داخل النادي الاهلي والذي يقضى في الفترة الحالية محمد هاني مع عودة كريم فؤاد واكرم توفيق من الاصابة كما اكد المصدر ان كولر قد طلب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ولجنة التعاقدات داخل النادي الاهلي بسرعة التعاقد مع مدافع قوي يمتلك نفس امكانيات محمد عبد المنعم الذي من المتوقع رحيله عن النادي الاهلي في الفترة المقبلة وخاصة بعد رغبة اللاعب الوضاحة في الاحتراف الخارجي وذلك يبحث الاهلي بشكل قوي عن مدافع مميز للتعاقد معه بعد اقتراب حسم صفقة عمر كمال عبد الواحد كما يفكر النادي الاهلي في التعاقد مع مهاجم قوي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك ليكون بديلا للمهاجم الفرنسي انتوني مودست الذي فشل في اثبات نفسه لدى جماهير النادي الاهلي ومرسل كولار ولذلك قد اقترب اللاعب من الرحيل عن النادي الاهلي في الفترة المقبلة كما تراجع مستوى محمود عبد المنعم كهرباء في الفترة الاخيرة مارسل كولار بيرفض رحيل لكريم ندفد في يناير عن النادي الاهلي طبعا السويسري مارسل كولار المدير الفني للنادي الاهلي بيرفض فكرة خروج كريم ندفد بيرفض فكرة خروج كريم ندفد لاعب وسط فريق الاحمر على سبيل الاعارة او البيع النهائي الى نادي مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل ضمن صفقة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب الاخير والذي اقترب بشدة من الانضمام الى النادي الاهلي في يناير المقبل كولار بيرغب في استمرار كريم ندفد مع النادي الاهلي والحصول على فرصة كاملة في الفترة المقبلة وعدم دخوله في الصفقة وهي نفس رغبة اللاعب الذي يرغب في استكمال مشواره مع الفريق الاحمر لاسيما بعدما عطلته الاصابة عن انطلاقاته من جديد مع النادي الاهلي مسؤولي النادي الاهلي طبعا دخل في مفاوضات متقدمة مع ادارة نادي مودرن فيوتشر لشراء المدة المتبقية في عقد عمر كمال عبد الواحد والتي تقتدي بحصوله على لاعب او اتنين من الاهلي ودفع مبلغ مالي نظير الموافقة على بيع عمر كمال عبد الواحد تكتمل صفوف فريق النادي الاهلي بعد انتظام الجنوب افريق بيرستاو لاعب الفريق الاحمر عقب عودته من معسكر منتخب بلادي خلال شهر نوفمبر الجاري ووصوله الى القاهرة ومن ثم الانتظام في التدريبات الفريق الاحمر استعدادا لمباراة فريق ضد ميدياما الغاني في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطول الدوري ابطال افريقيا وصبق وانتظم في تدريبات الاهلي كل من حسين الشحات وامام عشور يوم الحد الماضي والحقيم الخماسي الدولي محمد الشناو ومحمد هاني ومحمد عبد المنع مرام ربيعة ومروان عطية ومعاهم اليو ديانجي الذين انتظموا في مران امس على ان يلاحق بهم بيرستاو في مران اليوم النادي الاهلي بيستعد للقاء ميدياما الغاني المقرر لها مساء السبت المقبل في اولى جولات دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا اذا قلنا لحضراتكم قصة رحيل مارس الكولر عن النادي الاهلي ورفضوا التهم طبعا ليه رحيل كريم ندفد على فكرة كريم ندفد من الباكات الكويسة جدا في وسط الملعب وكان عامل مستوى يعني رائع جدا مع فريق مودرن فيوتشر ولكن عايز اقول له حضراتكم حاجة اللعبة في النادي الاهلي حضرات شيء واللعب في اي نادي شيء تاني كريم ندفد لعب المباراة الاخيرة امام ساندونز مفيش باص صحيح مفيش باص صحيح ولكن كريم ندفد يعد من افضل اللعبة في مركزه في الدوري المصري ولكن الاصابة هي اللي بعادته في الفترة اللي فاتت ولكن كل اللي انا عايز اقوله حضراتكم ان النادي الاهلي بيسعى طبعا وبقوة لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية اللي جاي ان شاء الله وبيسعى لي يعني جذب مهاجم قوي جدا يكون بديل قوي جدا لانطوني مودس اللي طبعا ما اقنعش طبعا الجاذ الفني ولا اقنع جماهير النادي الاهلي بكده صديقي ان يكون وصلت لنهاية حلقتنا اتمنى من الله ان الحلقة تكون عجبتكم ادعمونا باللايك فضلا وليس امرا علشان نوصل الحلقة لكل الناس استنوني في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته